متابعي قناة إنفو تكفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال شركة جينيس بارك بتبهرنا كل يوم بتنزل جديد والمنافسة بقت قوية جداً ما بين الشركات الشغالة على وكلاء الذكاء الاصطناعي النهاردة حتكلم عن تحديث جديد وهو جينيس بارك Multi-Agent Orchestration وهذا التحديث عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن المنصة أطلقت عشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بيشتغلوا في نفس الوقت ايجنت 1 و2 و3 و4 لحد ايجنت 10 في عشر وكلاء ذكاء اصطناعي كل وكيل مثلاً بيشتغل على Presentation لوحدها والتالي بيديني النتيجة النهائية هي عبارة عن نتاج Multi-Agent اشتغلوا كلهم بالتوازي على العروض التقديمية فهنا الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد مساعد ده عبارة عن فريق كامل من الوكلاء شغالين مع بعض على التوازي المثال اللي تم عرضه من خلال جينيس بارك AI فيديو هنا حيبتدي يحط الأمر الأمر هنا قاله إيه Create individual slide presentations for the top 10 largest US companies هيعمل 10 presentations top 10 largest US companies by market cap وcomplete كل tasks in parallel بالتوازي فبالتالي هنا حيكون فيه presentation بيتكلم عن company number one وبريزنتيشن بيتكلم عن company رقم 2 و3 و4 وهكذا هيبتدي يدوس enter وبعد كده هتبتدي زي ما احنا شايفين اهو هيستخدم I will create all 10 slide presentations in parallel يعني كل ايجنت هيعمل لك presentation وكلهم in parallel بالتوازي زي ما احنا شايفين هنا ايجنت 1 اشتغل على نيفيديا presentation ايجنت 2 مايكروسوفت ايجنت 3 وهكذا 4 5 جوجل 6 متا عملي 10 presentations وبعد few minutes later هيبتدي ان هو يديني كل البرزنتيشن كل واحدة لو خدت بالك هنا هتبصي تلاقي ان نيفيديا الثيم مختلف والالوان وهنا هتلاقي برضو بقية البرزنتيشن اللي تم انتاجها موجودة تقدر ان انت تدوس على واحدة وواحدة فيهم وتشوف هتلاقي حتى يعني الثيمز مختلفة بتاعت كل شركة جربت بمثال سريع كده من خلال الكريديتس الموجودة عندي في الخطة المجانية ان هو ينشئ لي 3 عروض تقديمية منفصلة عن اهم اتجاهات الزكاة الاصطناعي وعطيته الثلاثة الزكاة الاصطناعي التوليدي والزكاة الاصطناعي في الطب ورعاية الصحية والخصوصية وامان البيانات في كم ايجنت شغال عندي ايجنت شغال على الزكاة الاصطناعي التوليدي وعندي ايجنت تاني شغال على الزكاة الاصطناعي في الطب ورعاية الصحية وعندي ايجنت تالت شغال على الخصوصية وامان البيانات زي ما انتم شايفين الثلاثة in parallel أو بالتوازي هنسيبهم لحد ما نخلصه ونشوف الآخر النتيجة لو بصينا على presentation كده عرض تقديم عرض تقديمي الذكاء الاصطناعي التوليدي وقلت له view هتدوس view هتبصت لقيه هنا شغال عليه أهو لسه ما خلصت ولكنه شغال عليه ولو رحنا ليه الذكاء الاصطناعي اللي هو تاني واحد رعاية صحية ودوسنا view كده هنبص نلاقي البرزنتيشن بتاعة الذكاء الاصطناعي في رعاية صحية ولو رحنا هنا للذكاء الاصطناعي وأمان البيانات أو الخصية وأمان البيانات ودوسنا على view هنلاقيه شغال على هذه العرض التقديمي أيضا زي ما انت شايف التلاتة in parallel التلاتة شغال عليهم مع بعض فانت هنا يعني بتعمل three presentations مرة واحدة فانت متخيل قد بتوفر وقته بتوفر مجود وحيبتدي انه هم ياخد بقى وقته لحد ما بيخلص سلايد سلايد كده في كل presentation زي ما احنا شايفين بالطريقة بتاعته المعتادة ولكنه استخدم وكيد ذكاء اصطناعي في كل presentation وثيمز في منتهى الروعة طبعا هو قال لي هنا للأسف وجدت مشكلة بسبب قيود الرصيد انت ليكي متين نقطة لكني تمكنت من إنشاء عرض تقديم واحد بنجاح وعطيني الرابط بتاع العرض التقديمي بتاعي وكمان بالنسبة ليه التعديلات والتحسينات عطيني رابط للتعديلات والتحسينات وقال لي محتوى العرض يشمل قد ايه طبعا لم ينشئ التو التانيين علشان الرصيد ولكن انا حبيت اوليك هو شغالي ازاي يعني علشان انت لو حبيت تنشئ اكتر من للأسف مش هتكون غير في الخطة المدفوعة مش هينفع في الخطة المجانية ولكن حبيت ان انا اتكلم عن هذا التحديث المهم من وجهة نظري داخل جينيس بارك. كما قلت لك هنا العرض التقديمية تم انتاجها مش من خلال تم انتاجها من خلال السوبر ايجنت. تيكت معلومة سريعة حبيت اشاركها معكم. شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفوريو. وبحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد. تريد ما ننسوش تدعموني باللايك والشير والكومنت. ولو كنت اول مرة بتشوفنا ما ننساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة